فتاحي رزاق يا كريم يا الله 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 أفضل اشتركوا في القناة 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 exch sandwich بعقالها و مشايخها وهذا كان طلب من الحاجب عابد كبيرا المجاورة جناكم ايحنا على ذلك كبيرة بان الحاجب مقدار عمرما غلق بابا لا على بعيد ولا على قريب ولا على غريب والتو كلكم فوق عيني وراسي يا جماعة الخير احنا جنا نحل الخلاف الحاصل بين القريتي وسبب الخلاف مقتل صابر المجاوري والمتهم فيه راجح الرياح وإحنا جينا لأجل إنهاء المشاكل وحل الخلافات وفتح صفحة جديدة أنا أجي أتقدم اعتذاري بصفتي كبيرة المجاورة أنا غلطان صحيح عندما طرتكم من مجلسي بعدما قبلنا الوساطة ولكن طلع العيب مننا نشوفه وإحنا الآن جينا محكمين ومستقيمين في كبيركم وزغيركم وإحنا من عنا عرفنا الموضوع من صحر ناصر والله ما جيت جلسنا ما جيت رضينا نقلس للسبحة ما نهجيناكم هذا الشعب ومش جينا نعتذره باش جينا ندي كلمة الصدق وكلمة الحق أن راجح الرياح بري من دم صابر براعة الذئب من دم يوسف وقاتل صابر طلع مننا ناوفين يعني ماهو عتيجي سو تلعبوا بنا على كيفكم ولا إيش وراجح الذي احركتوا بيته حميد نسيت مافع البناء آخر مرة حميد وإحنا جينا مستقيمين وراضين بحكمكم في الأولة والآخرة وأنا مش موافق لا بالرضاء ولا بالتحكيم أسمعوا يا ريال هذا ما عندنا وإحنا منتظرين ردهم والعفو منكم يا جماعة وإحنا مع الصلح وما جيتوبهم من رضا وتحكيم فمقبول ومرجول وافعين وكامل وعفو الله عما سلف وأهلا وسهلا بالجمع تعالى وعفو الله عما Psalm وعفو تم فعل تم فعل تعالى وفعل وفعل وإحنا موسيقى عيني 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 يا غارتة 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 صابت صابر 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 ما يفعلت يعني جمونة راجع ايش اللي بي حصل يا راجع يا راجع ايش اللي بي حصل يا راجع ايش اللي بي حصل انا مش حلفت لش يمين مادروحي خطول نحو السد وكلمتش ونبهتش انتي ما تكلمش راجع وكولتالش ما تكلمش حتى ان الرياح نو المجاورة ايش تفهميني ايش اتفهميني ايش اتفهميني خلاص انا فهمت كل شي ليش تروح يسدوا من غلك اسمعيني اسمعيني ضليتيني قدام الناس وخليتيني مسواريان صغرتيني وصغرتيا ليش ليش ما حتش مالي عينش ما فيش رياحني او مجاوري لو قال انت مش رجال ما قدرتش اضبطش والله العظيم ما انا داريا دمرتيني وقضيتي علي خليتيني مسخر ومضعق قدام الناس كلهم ويا ريت وقضيتي بهذا وبس عندي دمرتي نفسش ودمرتي حياة راجع وانقتل صابر وفعيتي مصائل الدنيا كلها انها بالطالب ومحترفة بالغلطية بس احلف لك باش اش انصدقني اني مش هوانا السبب لا تحلفيني ولا احلفلش انا شفلتش البيت بكله وعفلت الكريه الليش بسعود انا اتسير يا بسعود سهام 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 تحلي يا بنتي سهام 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 ولا تنزلي ولا دمعة من عيونيش يا بنتي لا تزعلي مني ولا تزعلي علي ومش عمرها ما فلحت مع اي حد ولا كرت اخت سعى الناس ولا زوجها ولا ام انا منش زعلها منش يما انا خايفة منحكم المشايخ عليش الحكم لله يا بنتي ومش خلاصة تشتيها الموت ما عد تشتيشها الحياة وانا يا امه لما انت تفلتيني انت تشت موتي وما انت يشتيني اش ما عزبتونيش في حياتكم استهديل اي حكم على مبشي يا بنتي ودهل لها بالرحمة عينة ساعم اساعم اجلسي fair نعم اسمعي لا تكرر يا فاعي ولا تدخل لي دي وانة الرجال ولا تطلبهم انهم منهم يعفوه عني يا بنتي هㅋㅋㅋ حياكوا الله جميعًا على العين وعلى الرأس سلم دموال إليك هياك ألعفوا منكم يا رياحنا وأنا مستعد لدفع أي تكاليف جزاء محركة بيت راجح ألعفوا عنا وعنكم وما نستحدى يخرج من هذا المكان إلا والنفوس طيبة وانت يا حبيب من يشتي العفو يعفي والله حكيم حكيم يا حج مقدام أمان الحكم حكمكم يا رجاء وأنا مديت أختي معي أنا أغتل هذا الجس في بيته روما يضلح حكمكم اسمعوا يا جماعة الخير واستعينوا بقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والحكم لكم يا مجاورة المقتول ابنكم والقاتل ابنتكم وأنا يا جماعة الخير عفيت عن عاتقه اختف رأس من دمخي صابر جزاك الله خير عفيت عنها الوجه الله الخير جزاك الله خير ويزيد الرجال من أنثارك يا حبيب والدقوة وعيال عم والضفر ما يخرج من اللحم شكرا لك يا شك وشكرا لك يا صغع الذي بعد أنا ما فعلت الله واجبي وأنتوا أهلي من زمان والحمد لله الذي يزال الخلاف فيما بينكم ادفنوا ما في قلوبكم وحيوها بالسلم والسلام وسلامتكم يا رجاء ومن تشلم وبنية الصلح والتسامح وأسقاطكم عن الدم نقرأ الفاتحة لاحظة يا جماعة قبل ما نقرأ الفاتحة بعد المصالحة وحل المشاكل وكل واحد دري ماله وما علي أنا محتاج وقفتكم خاصة أنا الشيخ شعيب بشري يا راحن طلبيه عند الحج عابد للمرة الثالثة يا حج عابد أنا طالب يد حفيدتكم ما هو ردكم ابشر يا ذاك إن شاء الله هني لك نعتبرها كلمة بين الوجيه أكيد يا ذاك يا مر إذن نقرأ الفاتحة بنية الصلح وفتح السد ونية زواجي من بدن المجاوري بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله بصلنا جابر لأبو قعتا أهم حاجة الجني هذا الذي يسميه صخر ما يلقى ولا حد يلقى أيوه وشتيكم تعرفوا لي كل ما بيحصل في ديوان جدا يا عم حميد أيوه أيوه ادخل ها خير بشر صالحوا أهو ويمكن يتطور بينهم الصلح ويفتح السد وقري وفاتحة الصلح وفاتحة علوي بنت عبد عملتها يا علوي علوي استغل الصلح وتكلم ولا عيس برعرس وأنا موجود الله ما راحت لك يا ابن صفية الحاج مقدم بيسأل على راجح وجابر راجح مختفي ولا حد دارينه جابر هو ذاو عندنا وكيف يا عم حميد قم 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 انتوا ياه هاتوا لي ابن صفية لهانا الآن حركوا راوية جت فان كانت راوية هالذي تصير وجي وكلها نشاء مالكن يا بلد أصى البنت مالها اللا بيت زوجها كل يوم بيمر حاليا وانا في ألم وتعب وندم لو تعلمت وعشت طبيعية مثل أي طفلة أفضل من الحب صح إن كنت زوجتين تعبتين حملتين وعانيتين بس ونتين كابرات مالش يا بلد مالش يا بلد مالش يا مالش يا الحمد الله عفو عنيش وعمري ما حسيت أني صغير مثل ما حسيت اليوم كيف لو ما حصل هذا كله كيف قاتلتي صابر ونسا كتل اليوم ليش ما كلمتينيش يا عاتقة لا تسألنيش طلعتم عرفش أختي يا خال لا تزيدها على أمي كيف فيها الذي فيها هي من يومها ما بتعتبرنيش أخوها ولا أنا داري أبسوي ولا أشو تعمل وكل مرة تفاجعني بفعلها مش وقت هذا الكلام الآن أمه عاتقة عاتقة اه فل ديني قاولة ديوم محمد قاولة اه مور سيني سايح العلوي بسرعة اه يا رب ألقف منتي يا رب يا رب يا رب استر عليها يا رب يا الله يا الله خارج نحن أم والصبيان هنا جني أخيرا جعل لك العماء نسترنان الصبي ولا نسترنان معانا بالحين أيوه 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 تمام أيوه آه كيف أفعل الآن؟ لازم يوقع نأذر لحل لا عم حمي لا عم حمي يا الله خارجنا إن أم والصبيان هذا حد سلطه علي يجلطني أولا ماهو جني جلونا أيوه أطفى أطفى جعل حريج العماء خير ما بلا قد كان ديابر يرجع على القرية لا تكن طرحت في ديمة أم ياسين خارج المقبرة اللهمالي علم كيف أرفع الطريق وينوذن هنا؟ عيكون عبد الرجمة صفال الوادي ما لك؟ لمن هولا؟ على حجم إقدامي صخر علوي راجح جابر نسينا رصاصة واحدة بس لما؟ لك علشان تحترم نفسك مرة ثانية وما تدخل بيتي من غير استئذان مدران لو أنت سعى الشيطان داخل البيت رأسك الفارغة هذا أنا شحشي رصاص ما فهمه ماشي قل لي دورت الذي قلت لك عليه؟ دورت راجح ما لقيتش ومن قل لك أنه أنا الشي راجح من؟ أنت بعقلك بنقول لك أشي قناص محترف بتفهم؟ وأنا من أين أدي لك قناص محترف؟ منش محتاج تدور هو موجود هنا وقبالي كان زمان ما يخلي حمامة في القرية إلا هو ينزلها لها قدر موه جناص ما يخطأ هدفه أبداً تقولي ما لها بنتي ما بتتحركش يا دكتور؟ الولادة كانت خطيرة والحملة ما اكتملش معاه لبتاسع لذلك البنت تعبت كثير ونزفت إلا الله أمرنا إلا الله ظلمنا البنت وزوجناها وحادي صغيرة لازم تهتموا فيها وبأكلها وتساعدوها لأن الأمومة مش أولية مش سهلة والبنت صغيرة ومناعتها وجسمها ضعي إن شاء الله إن شاء الله يا بنتي وولدها كيف موم؟ الولد في الحظة أنا تعب شوي يا الله 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 يتمنى تعب شيا بنتي ويحفظ رشو على تشيا بنتي يا رب آمين يا رب آمين يا رب الله يعافيها آمين الله الله يا عربي ما قدنا يمسطق إن قدنا أبو هذا ابني الله يحفظوه ويحفظوه آمين بس على من تشبهه؟ عدو صغير ما قد بنش ملامح عشنا وين تسمى؟ الاسم هذا عد أخلي علي أنت خاله وما عد تختار للأسم حالي موسيقى تسموه يحيل أنا ما عرفش هذا يحيل صح أنا بنكرح صخر وصخر بيكرعني ووصلت بيننا للمضربة بس أنا ما قتلت يحيل قصان هذا ملحب شوف بنفسك كم أخطار فعلتها ومصائف ارتكبتها أنا صح ارتكبت أخطى كثير بس ما قتلت يحيل أنتم ممكن تعاقبوني على كل شي بس لا تلبسوني قتل يحيل بس ساد لا تخليني أخضب صح أنا صبوك بس عندما أخضب تشوفني واحد ثاني يا فندم صخر ما عد أكثير ويمكن الذي قتلوا يحيل كانوا بيظلوا أنه صخر صح صخر مع عداء كثير وأخطار بس بالسفيد من الأخطار ورغم هذا صخر لحتى الآن ما بش بعيد أي جريمة أو قتل في ملفه وأنت مش عارف حاجة يا فندم أنا عرف أشخاص آباهم هذا صخر ومضروحين للآن وما يعرفوش أحد والسبب تقضي بسخر لهم وانت قامل منهم معك دليل على هذا اسأل عمير وهو يقول لك بكل حاجة أيوة هات لي عمير الآن لا اليوم أنا أشأ خليك تتعرف علي وعلى طريقتين عشان تبطل تكلم وأراجح وأخو جابر قلت لك ما ألي علم بعدين إحنا خرجنا جمعة لمجاورة صفت أنا وعمي حميد لا لقينا لا جابر ولا راجح موتك يكلفني رصاصة واحدة بس أين راجح وجابر جابر خرجنا لخارج القرية حسب ما أقلي عمي حميد أما راجح اختفأ وعمي حميد سار يدوره أولوك رصاصة عشان ما تنسانيش أبدا تجلس تذكرني عمير عمك راجح مختفي قد لي يوماين قل لي أني وصل للقرية ومن حينها ما عاد سمعت ولا صوت أيوه هو موجود في القرية وتلفون مع الطب أنا تعبانة ومرضة وما معي أبعض الله إلا راجح لا تقلقيش أنا شاكلمي يتصل بك ضروري هو قريب منك لا لا ما هو الجبني أنا خارج القرية اشتركوا في القرية اشتركوا في القرية ما رأيك أعجبك المكان لايقبك ما عند من زماني عجبك تهرب من أيام ناصر المناوري ما ما أول في نفسك ضلعين أشتشتي أه؟ لانتش داري ماشتي؟ يا حميد ربطتي هنا غلط زوجتي في المستشفى تأخيري عيسر بباحاتة والله يا أوليد مقطوبة تزوجت في ساعة حاضر ولا يهمك أفلت لك تروح عند مرتك سلاما بسلام بس بشرط الشيك تبصم لي على هذا الورقة بس وتتروح بعدك راك أنك عتكسرني برمطة ليهانا بعدك مستحيل أبصم لك على أي ورقة أسمع أرض السد كلها ملكي ما عدا العشرين المتر اللي أنت ملكها أشتريها منك وكل واحد يروح بعد حاله ما بتفكر ما بش ما هتفكر فيه ما بش معك غير اختيار واحد وبس يا أما أنك تبصم وتروح لك أو أنك تجلس أنا بقية عمرك وانت ختار أنا ما بش معي حاجة أخسرها وانت نفسك في القريب وتسيطر على كل أراضي شبع بها شلها لك أيوه هكذا انت رجعت واحمر عين هيأ سمي هنا متوح لك عند مرتك أيوه أحمر عين إسلام يا نمر أيها أهو حميد فقني لو أنا مجنور أفلتك تروح تكلم الناس إننا سجنتك وإننا أجبرتك إنكتب صم أعقل إيه؟ بعيدة عليك يا حميد ما أسبرش ما أسبرش يا رجال مارت هك قديعة مطلعة وأنت جزلك أنا لو ما تلحق بعدها يا حميد يا حميد يا حميد يا حميد طال المغين قوى الضمن أيام يا سد الغريب هل من مجيب إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب صرنا جروح للوقت وأحزان السنين هل باقي روح الكره ولا للخلاف كم حلم ما فينا ولا زير الحنين متطرقين حتى من الفرحان خالف عمري الخلاص مكان بارد ورصاص كم من عيون تصرخ لنا يكفي خالف أيلام رضا أولدنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا ودا أيلام رضا أولدنا رهن الضياع أولدنا رهن الضياع حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس ولكل نفسك طيب متل المحبل الحبيب نفتح طريق القلوب يزغينا سد الغريب نفتح طريق القلوب نفتح طريق القلوب ترجمة نانسي قنقر